تمنكت تمنكت هي الكلمة اللي بش توريك بالجراسة و جواحي و عقلي و حياتي كلها ما قده بهذا الفنان و انا صغير عبنه تبعت منجلي حتى وليت مكروه من عند والدية و قلت لنقول لك اجدوا عليه العصحة بعد ملح توليت انا هو قرى يعني البذل اخدمت معه من عام ال 20 حتى ال 25 1925 توقف الشيخ رحمه الله فلما اتقد الحياة كانوا جوج وطفوا يعني العرس ديرهم اخدوه التاريخ المستقبل ووقت انغلب عليها المرض اخدوهم معلقين لتكذفنا بيومهم هنا وسي ساعة العقل وخدمناهم ولكن معها ما كانش عندي يعني كفاءة اللي باش ننجم نقود يعني نعوده وإلى نزل ما عنديش يعني ما عنديش يعني انريتار طوار يعني ريش غاني اول مكدور الشيخ الفن هذا الشعبي من بعد حسمه الشيخ مصطفى الدريوش عمي عبد الرحمن الداح ساعد الرأس الشيخ سعيز الساعد الرأس الساعدين مجيزت أنا في في بطلوب تلك كشموسي كشمدير اخذت نوقف لبشره نطلب من الشيخ الساعدة يبصني شوية لهذا الفن صار معم رحمه الله ومقصر كنا نغلق علينا واحد المحل في الريمارانجو حانوة الحاج محمد اليديري وملا شكية لا شياء يعطيني بعض الدروس معني نجمش على كل حالة نستنكر على الشيء اللي هو يعني منفع انفعني بهذوك الدروس وبصيني واللعني بالشيء اللي باش يكمل بالتعلوم قال لك يا راك يعني تحب هذا الفن المنحون قادني للمعهد قدير سيدي عبد الرحمن ذا علبي مشهد للمعهد هذا سيدي عبد الرحمن كان في ذاك كان في ذاك سيدي عبد الرحمن أول شيخ الحضرة أخدمت في سيدي عبد الرحمن من عام سبعة وعشرين من سبعة وعشرين من سبعة وعشرين لثنين وثلاثين عندنا هالك مرحمن أتوقت أحد الإنسان يحبه الواز أربته يما من الحاج المهدي رحمه الله اللي كان شيخا في الجزائر وهو مناسب نشر شهاد قالوا روحوا لعند العجوزة الزوجة للعام مصطفى الله يا رحمه الله صرتش العجوزة لعين من العطاء عطتنا الكورطات هذوك والمده هذي مضا جلت الكورطات هذوك زدت عاون طوحي مديني السبعة وعشرين مني وعشرين قدني ليه سجلت عشرة باسة وسجلت معايا يمنا بنت الحاج المهدي الله يا رحمه كذلك ونقول لك وقيل عشرة باسة كذلك وشجل معايا الحاج العربي من الصغير رحمه الله ملحت العام تنين بلادين من عام تنين بلادين قصد شيء اللي باش ننجل منقابل الجماهير يعني عندي شيء اللي نجل نكافي به اللي مبول هنا يا جماهير يا باس به شيء من سيد عبد الرحمد شيء من السعيدة وشيء من الكتب اللي جبتون عند المصطفى الله يا رحمه الله الشيء سيد عبد بن مسكري رحمه الله كان راجل يحبوا لي الله الصالحين تاقي هو يعني يحب الغنى هذا واحد المعار من اليامات سبعين صار عايوني فقاع سجم لي الخبي صلح لي بعض الامرات اللي هم فاستين تلحنة سجم لي الثاني بصرني على العربية بصرني على المهاني بصرني كما يقول احنا يعلم اسمه على الاسمي ديال الامور اللي كنت انا نجعلهم تماما وناس الجزائر كلهم يتري ينجعلهم على خطر هو قارب اللغة عالم وإحنا يا محسوب كما يقول احنا يا ناس والغالب من الاحيان يتكاوى احنا ندرك القصائف اللغة اللي هم بلغتنا مثلا ابحال الكلام ديال سيدي محمد بن اسماعيل لسان الاموهات لسان الوطن ابحال الشيخ الدروش ابحال قويدر بن اسماعيل يتكلموا باللسان يعني الوطن ما يمزجوش العربية الفصحة يقر نسبح الوطن لرحلنا للحجاز على خطر خرجنا من المواد ديسمبر ترمتسيس ما لحقناش حتى ترمتسيس نحنا في البابور والبابور هذا اسم المنضوزة رح تبصيف رح تبصيف تيك مو طريب ولكن من قوة الغشي اللي رح يحجدك العام هذا حتى ارجعوا يعني القاعات ديال الوين نوسيقى كل معمرين فراشد وكل معمرين غشي واستقطعوا لنفط المطريب الحجم محمد الطيار رحمه الله اجعلني كنترولور جنرال يعني التموين الماكولات ومشروبات وكالذوق اللي شبهنا ليه انا لا ابدأك الشياء لك ابلعض القصايد اللي هم في طبيعة في النبات في الجمال ولكن الكل اللي يعاوضون لون الدني شوف القصايد كلهم في اللخر تي يكون يتكلم على الكاس ولا يكون تتكلم على الجبل ولا يكون praそう واع mistakes ولا يكون تتكلم علي والزهر ولا يكون تتكلم علي والغات التي قنات عليه يعني في الركن المحسين في الأخير ديالي لابده يطلب توب هالوظه فواعد كيما نقول احنا يا عم المقال ديالي هو يتبرى ويقول هالشير راني نبخي له رغم ما يتوقعش مثل نخدوك التصيد هذا ديالي غدر كاستيان ديالي من فربيتلاجية في أخر من دم ديالي يعمل واحد انوان اش يقول فيه يقول انهاية الكلام نطلبوه من اللينام يمحيزنوا بنا ويوتوب علينا بجل فضلوا يسمحلينا بجاه الكتوب ما بين الشعبين حاشا يقوم بنا نعمل نشرين ولاد الثاختية اسيدين علوم بالعفوه وعبدوه يرحمه بعد الشباب وغيرها هذا بعد ما كيما نقول احنا يا ادكر الكاس وادكر السكرة وادكر الجمال وادكر كيما نقول احنا يا الامرات اللي هنا يتنسبوا للشباب والكهل يرطحوا الغرام اعود والمدل حقيقة والحقيقة امائد هي التوبة والمغفرة والشي اللي هو متنسب للدين كم ناس يجيوا للعراس من الفعص ويجيوا للعراس كيما نقول احنا من برا يبيتوهم في ديالهم ما عندهم الشي الكافي كان قاهرهم المستعمر المخير باعرز خطيه بايز وجوده بايز وجوده كده ما عندهم البيتو عدا السكين الجيان دياله هلذين انتبردوا عليه يعطوه المساكن دياله على ميلا بشيباتوا عندهم معروفين دياله ويجيبوا هذا كل مداح اللي بشكنا نقول احنا يا يعني يطربهم في دياله حتى الربعة يصبح هاي السباق اللي باش اللي بتاح يحكم كلين حتى اللي حلو القاوي في الصباح يكسها يستكتروا بخير عمو الوديما ويبقروا بخير ويحطوا سيب القاوي يصيبوا كما نقول احنا يعني من وسيلة النقل يبدأ تخدم اللي باش كل واحد يقول المحلو هذا السباق اللي باش يصحروا على ماش على الشي اللي ديني على الشي اللي ينقل على الشي اللي هو كما نقول احنا يا فيه الحياة والحشماء يقعد من المعددات يقعد مع الماء يقعد مع خالوه مع عمو مع نسبوه مع نسبوه مع نسبوه الى اخره مع قطوه الى اخره كلها الشعبية ما كانش اللي ينجو يستنكر عليها ولنبقى فيها ارخ وحب تحياء اذا يمني العدد اولا لانها لسان الام احد وثانيا لانها الشعر الملحون اللي هو يفهم الخاص والعاد لانها الشعب لانها الشعب قبل انسان ما يكون تقف يلزموا لسان الامرات قبل كل شي يا جسر ها والتالفة لكي نزيد نصح لك كل اللي رك على بالك منه على باله المسكل ما كانش قرص ما كانش حبله ما كانش وعده ما كانش حضره ما كانش شي اللي هو يدوس بدل ما تصل فيها اي حمي الروحات بالموسيقى الشعبية على كل حال الغالي من الحياة اعرضنا في الجزائر لحاصمة الغالي من الشعب هم عارس الى الناس اللي هم يحترقون في الموسيقى الشعبية الموسيقى الشعبية اولا ما قلنا فيه اشترى بالحور اللي ما توجدهش في الموسيقى لا الاندلسية ولا الموسيقى العصرية ولا الموسيقى لأني عنده هي جبنة من خارج كانت صاعد اللي بدأه من الاليف بالحمزة كانت صاعد اللي يكلمه من الاليف غير الاليف مدخولك من غير الاليف القاعدية لا اليف القاعدية ضع القاعدية ضع موسيقى حقا با ذلك الى اكلة ونحلوا العرض الهجائية كلهم شكا ربيبو وشياء شعاء رضي الله تعالى موسيقى اما يكونوا عنه المالية اللي مش استكتلوا حتى نهار لي خلوصوا شي بيحصوا اما يكونوا يجعلوا عمره فوق عشاء ما يبتكلوش عليها يتحشي الامور لكي الامور بيحصوا اما هم يخدموا شي نرام يخدموا فيه الان مستفاليه يحتاج فيها ويرس يحصلها في مكانت ويجيب كلنا نقول احنا يلطوط بيحكر كاين فيهم طلب واحد يا الرناد اطول الطلب اللي كاين يلزم سقار هذا يا يلزم سقار هذا يا نختاره من معاهد سقونا الطالب كونسرفتوار اللي باش نفهمهم في الكلام ويحركوا واش يقولوا يلزم نفتحوهم الهاتي وجههم اولي وثاني يلزم نفتحوهم باب الجهة المعيشة باش يجعلوها مهنة يعشقوا فيها وتكون لهم وسيلة من الوزايل اللي باش يتمعشوا فيها جهزم نفتحوهم كل ذلك ونزيدون انتكاوه على الامة دي النار اللي ما تنحيش الباب يقب المرطين من شجرتها باش يداعي الامة دي النار يقب العطاقه وتقديرها كذلك وانتكاوه اليعد واجنوه يلغو الطاقه القمال الامة في الحارة يبدأ يتركس يكهر الجرسه ملعبها يحصموه يبدأ يحواجح وهو بشيخ بيته صالحا لكسوي عهدك ويكسدوه على الدراسات يالو اتصدوه على التعلومه اتصدوه على شيخه طاعي نظام دير شخص يدخل فيه واحد الشيء اللي هو يكون بسباب لله لكن يالو في عوض اللي يكون بسباب المفيدة قرام عاية في الكعب كانت لانيك برعت علينا بقعب وقعدين على بس نبقى الوجود وصاروا لكم كل مكتعين مكتعين دورك بقاتي مسألة ديان با اللي على ما قلنا واش من سبالي باش خرجت يعني من لا ياتياء من الادها ما خرجت من الادها عن الادها لك وانا بيلها وانا شوية كما نقول احنا يا حمق وما اصبرتش جا في بالي 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 الناس كل تفهم لي ما يختبكش كبير دايم تصير له كيصة بيصغير حاجة ديالحتى حاجة تفرعه وحاجة ديالحتى حاجة تغضبه ياكتنا اما لسوارة ديالنى ديهوما خدروا مسؤولية مثلين وستين حتى الربعة وستين كيش بتروحي كيلي شوية غالبتهو من نفسه كيلي شوية يتكلمو بواحد الصيفة يعني كيما نقول احنا يلي ما يعرفوش كيما نقول احنا يحس بيال الفنان وما يعرفوش كيما نقول احنا رطيما ديال الفنان وما يعرفوش يفرقوه ما له هذيك غالبتني وبالقصوص يعني ما عملوش كيما كنتانو مربي بيها او لا يعني كيما نقول احنا الشي اللي ولفت به صارجة وخوتي وانا كنت فرحان بشرج بالفرحة اللي الحمدولله احيانين حيحتشفت النصر وديال دولتنا وديال امتنا وديال بلادنا جافي تنار امتنا ما يخفاكش انتقدوني في بعض الامور ولكن الانتقادها ذاك في غري محلوه ما هو شي في محلوه والناس كل يام ملك الشعب والها في ذاك الوقت كل واحد كش يخبب والحمد لله اللي وصلت حتى كونت جوق شعبي مترسم في الإجاعة الجزائرية من صنعت من عند الخاص طوالعام وفي العالم بإسرية هذه ذكرة لمن نساش بل أبدا شكرا شكرا